عامل بسيط يعني منعوا كلمة كبيرة نتمنى أن نتعامل مع بعضنا البعض نضينا على مطاق شرف العملية الانتخابية نضع عليه المترشح والسلطة ومدير المؤسسة الإعلامية أنا نتمنى أن يكون هناك تواصل بين المؤسسات الإعلامية والمترشحين بصفة سواسية بصفة متساوية بينهم ويروح أخوية حتى ما نكبرش الأمور وما تصبحش نتجاوزنا الأحداث هذه حاولوا ونحاولوا وكل المؤسسات الإعلامية لأننا نتمي إلى مؤسسة الإعلام أنا جزء من الإعلام نطلب من زملائي وأصدقائي في المؤسسات الإعلامية أن يحترموا العامل الأخلاقي داخل المؤسسات الإعلامية معناه حاولوا لما ننشر خبر منمش بسمعة المترشح منمش بقدوسية العملية الانتخابية حاولوا ننشح العملية الانتخابية نظراً للظروف التي تمر بها الجزائر نظراً كما نطلب من الرؤساء المنتظرين المترشحين أن يحترموا الوسائل الإعلام كلياً وبالتساوي ويترفعوا على بعض القضايا أنا نتمنى أننا نخدم خوة خوة مثل ما موجود الشعار اللي يطالب فينا أننا نشتغل خوة خوة نعم كما سؤال ثاني البعض سمعنا أنه تم مقبض على رجل أعمال كان يجزع أنه كان يمول فحمل الانتخابيني ألف المترشحين ما هو كلياً فكمك سلطان شوفي أنا تكلمت على الجزء الأول من سؤالك وجوبت عليه نحن نحاول كوسيل الإعلام لا نذهب بعيد والتهليل والتهويل وحاول نغطي أنا قناة من القنوات تصلوا بيقلوا نحن ما ممشيناش الطائرة الخاصة بواحد المترشحة لكن بعتنا ووفد مشاه واستقبلوا أحضر في الندوة في التجمع في المكان تاو فأيضاً هذه ما لازمش تكبرها كثير يعني اثنين بالنسبة للمترشحة وكيفية التعامل مع بعض الأشخاص ولا بعض الناس المتهمين ولا المحكوم عليهم ولا هذه قضايا لا تطرح موجودة في كل أنحاء الدنيا وفي كل أنحاء العالم تعالج فيما بعد ليس اليوم نعالج قضايا في تونس كان مرشح في سبيل في السجن صح ولا لا ولكن العملية انتخابية استمرت وخرج من السجن بعد ما يجاز الدور الثاني فما لازمش تاني الصحافة اللي عندنا والإعلام وأنا نزيد نكرر وأنا واحد منكم وأنا أخوكم حاولوا تهديوا الوضع حاولوا تسيروا الوضع بطريقة هادئة وليس بطريقة تشنج أو بطريقة المساس بقدسية الانتخاب أو المساس بسمعة أي مترشة شكرا جميعا